نروح الاتحاد الأفريقي الحقيقة محكمة التحكيم الرياضي الكاس خفضت عقوبة الإيقاف اللي كانت مفروضة على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لسنتين بدل من خمس سنوات بعد ما استأنف على الحكم اللي صدر ضده كذلك أيضا قررت تغريمه أحمد أحمد طبعا خمسين ألف فرانك سويسري وده صورة طبعا من نص قرار المحكمة